هكذا في كل صباح يبدأ عم عبد القادر عمله في ورشة صناعة الأحذية بخبرة تزيد عن الأربعين سنة هاته الحرفة التي توارثتها الأجيال فولاية تلمسان من المدن التي اشتهرت بصناعة الأحذية خصوصا الجلدية منها يقول عندي وهذا الربعين عام صناعة هكذا فيها الصناعة التقليدية وهذا الربعين عام هنا في تلمسان عدنا صناعة كترية تقليدية الصناعة التقليدية تحت تلمسان ما شاء الله والحمد لله صناعتنا زمك باينة هنا في تلمسان الحمد لله باينة أم يجوا من هاكو هاكو مستعرفين بالصناعة تحت تلمسان هنا سلتوا الصناعة تحت تلمسان رغم التحديات التي تواجه منتجي هاته الصناعة من نقص اليد العاملة وغلاء المواد الأولية تواصل هذه الورشات بذل مجهودات من أجل الإبقاء على هذه الحرفة عدنا مشكلة في العمال مشكلة هذه العمال عدنا بزار فيه هذه المشكلة عدنا لجان ما بغوش تعلمه عجل الأولى لجان ما بغوش يتعلمه يجيبه اللي هنا يكسموه ما يبغيش يتعلم دروك عدنا كل شي غالي سلطوف لاماتيار لاماتيار عدنا غالية بالبزار بارابور بلزاني اللي فاتو ولماتيار ومشي موجودة قا لاماتيار رها نقصة بزار حرفة صناعة الأحذية بعاصمة الزيانيين وباستعمال أجود أنواع الجلود مع المرافقة الدائمة للمنتجين ستسفر عن منتوج محلي بسواعد جزائرية ينافس الماركات العالمية